في خطوة استباقية الكشف عن تفاصيل مدهمة 72 شخص مرتبط بالإرهاب في النمسا وده يمكن الموضوع ده كان مع الذكرى السنوية لأحداث 11 سبتمبر اللي كانت في أمريكا و إدارة الأمن الداخلي قدرت مع المخابرات إنها تقبض على 72 شخص خاص بالموضوع عمليات إرهابية وإن كانت الشرطة والمخابرات كانت بعملية استباقية ما انتظروش ولكن هم اللي بدأوا بالهجوم نعم أنا ما توقعت بصراحة أنه فعلا تقوم المخابرات النمسا بهذه الخطوة هذه خطوة جريئة للغاية لا يعني أن نبني عليها ولكن هي في الواقع بصراحة يعني أنه يقوموا بتنفيذ غارات أو تنفيذ يعني مداهمات عفوا المداهمات على 72 شخص 52 شخص منهم أعتقد أو يعني أكثر من 50 شخص موجودين بالسجون يعني تخيل اليوم يعني اليوم راحوا فقط صادروا الهواتف صادروا الكمبيوترات صادروا الأجهزة الموجودة بين إيديهم لأنه شو قالوا لك قالوا لك عملية يعني التطرف عما تسير عن طريق السوشال ميديا طب كيف بدنا نضبطها وقالوا في عنا نسبة لا بأس بها موجودة بالسجون فقاموا بدون نتابوا هؤلاء الأشخاص قالوا وزير الداخلية يواصل جهزة الأمن الداخل لمكافأة جميع أشكال التطرف بسلامة لكن لضمان كفاءة هذا العمل يحتاج محقوقون إلى صلاحيات حديثة مناسبة لذلك أعمل كل جهد كوزير الداخلية من أجل تحقيق ذلك ألا وهو مراقبة الهواتف بالتعاون مع وزارة تم تنفيذ أربع عمليات تفتيش للمنازل خمسة استجوابات للمشتبه ولقاءات مع عشرين شخص مشبوهين والتركيز على ضبط الأجهزة الرقمية مثل مؤدنة الهواتف وتشمل الخلفية أيضا 52 شخص بالزنازين هذول اللي اعتقلوهن ولكن في نقطة هامة جدا أيوة هون التأييد تشمل خلفية هذه الإجراءات الجرائع المرتبطة بالانضمام لجمعية إجرامية أو إرهابية والدعوة إلى جرائم إرهابية والتأييد لجرائم إرهابية من خلال لقاءات مع المشتبع بهم يتم توجيه الأفراد المعارضين لخطر الهجمات التي تهدد نظام دستوري وتعليمهم بشأن السلوك القانوني الصحيح مع التركيز على خطر التطرف وبالتالي وبالتالي هن يعني حاولوا إراق والأشخاص اللي ممكن أنه هن يكون لهم دور بنشر التطرف خاصة أنه بالفترة الأخيرة في عنا كتير أخبار كانت بأشخاص شباب وشابات يعني ما دون الخمسة عشر سنة هن اللي عم يروجوا لداعش طبعا دول على أي أساس على أي أساس دول التطرفوا كيف تطرفوا وين موجودين فبالتالي قام جهاز الأمن بتعزيز بتعزيز الإجراءات وقام بهذه المداهمات فبالتالي أنا أرى أن هذه خطوة جريئة للغاية صراحة وممتازة جدا وفعلا ستعمل على على مكافحة التطرف اللي عم ينتشر عن طريق الإنترنت بطريقة غير مدروسة يعني غير مفهومة بالأحراب صراحة فبالتالي هذه الخطوة الاستباقية من جهاز المخابرات النفساوي أعتقد أنها في مكانها الصحيح وتحتاج أيضا لأكثر من ذلك يعني لو رجعنا شوي نحن بموضوع الانتخابات بياتا رايزينجر ماذا طالبت في الأمس بلقاء مع كوكلار طالبت بإلغاء التوك توك كوكلار شوء لاجب مراقبة المؤثرين الموجودين على وسائل التواصل الاجتماعي اللي بينشروا يعني تطرف وبينشروا شيء من هذا القبيل ولكن بس هو رفض مراقبة الهواتف نعم رفض مراقبة الهواتف يعني هو لأنه بيشوفوا أن هذا الشيء بمس الحرية الشخصية بشكل كتير كبير فبالتالي شيء فس دي وصيل التواصل بغض النظر بغض النظر فبالتالي فبالتالي في توجه عام على ما يبدو بالنمسا فعلا لمحاربة التطرف بشكل حقيقي واللي هو أولى خطواته هاي المضاهمات اللي شادنا طيب